اعلن صاحب السمو الملكية الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله بناء على قرار مجلس الوزراء عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة وانشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت كما تضمنت الموافقة الكريمة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة مليارين وستمائة واربعة واربعين مليون ريال وتهدف المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية والبيئية والسياحية بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ويتضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقع على مساحة 32 كيلو مترا مربعا ويقطنها 120 ألف نسمة تحديد المقاومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسة لرسم مستقبل الجزيرة دارين وتاروت وهي المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة وأحياء المواقع الطبيعية والبيئية والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي ولتحقيق مستدفات التوجه التنموي للجزيرة طورت أكثر من 19 مبادرة نوعية فعلى الجانب الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية تراثية وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة وعلى الجانب البيئي سيتم إنشاء أكبر غابة منغروف على ضفاف الخليج العربي وإنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبنى التحتية والحدائق العامة والتي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة ومن المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثراً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنوي وزيادة عدد السياح وصولاً إلى المليون و360 ألف سائح بحلول عام 2030 وتوفير آلاف الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48% من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والبرافق ويأتي ذلك امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله بأن تشمل التنمية جميع المدن والمحافظات بناء على الميزات النسبية لكل منطقة ووجه سموه بالعمل على معالجة جميع معوقات التنمية في جزيرة دارين وتاروت خاصة في الجوانب البيئية والعمرانية وتوفير فرص عمل وخلق الوظائف لأبناء المنطقة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من أجل رفاهية المواطن من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية فيها والاستفادة من الميزات النسبية والاستثمار فيها وتجدر الإشارة إلى أهمية الجزيرة تاريخياً حيث يعود تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف سنة وتضم أكثر من أحد عشر موقعاً تراثياً ويعتبر مينا دارين من أقدم الموانئ في المنطقة واشتهرت في السابق بكونها مرفأاً بحرياً وأسوقاً نشطاً حيث كانت مخزناً للبضائع مثل المسك والعطور والمنسجات والتوابل وآتات الموافقة على اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة تطوير دارين وتاروت تماشياً مع مستدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين في تحقيق اقتصاد مزدهر ترجمة نانسي قنقر